وصل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي زيارته لعدد من مصانع المنتجات الغدائية القائمة بمدينة السادس من أكتوبر حيث وزار شركة للصناعات الغدائية بالمنطقة الاستثمارية وخلال الجولة التفقدية رفقه وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الجيزة ورئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وأعرب مدبولي عن سعادته لزيارة هذا المصنع الذي يضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة مشيدا أيضا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بالمصنع ومؤكدا أن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص الجادة وتعملوا على توفير بيئة استثمارية مواتية له كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع العاملين بالمصنع حول ظروف العمل وحتهم على ضرورة تكتيف العمل خلال هذه الفترة ولسيما مع ظروف الراهنة التي يشهدها العالم